السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب تمنى أن تكونوا دائما بخير وصحة وعافية وأسأل الله لكم باستداد والتوفيق اليوم استكمالا لما درسناه في الحسة السابقة من صفة النبي في الاستئذان وهديه اليوم سندرس هدي النبي وصفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا أنس بن مالك درسنا عنه أنه كان خادم النبي أي كان من أقرب الناس إليه وأكثرهم استماعا لقول النبي ومشاهدة له ولأفعاله ولأخلاقه فقال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا ولا لعانا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا ولا ننسى حينما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله هل سوف نحاسب على ما نقوله بألسنتنا إلا ويكتب في كتابك إما في الحسنات أو في السيئات فاحرص فإن هذا الكلام إما يحسب لك أو يحسب عليك إما يحسب لك في حسناتك وتأخذ عليه الأجر أو يحسب عليك وتحاسب عليه نسأل الله لنا ولكم المغفرة أتعرف على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنس ابن مالك الذي خدم الرسول صلى الله عليه وسلم وجالسه كثيرا يخبرنا بأن النبي لم يكن يتكلم بالكلام السيئ فلم يكن سبابا يعني لا يشتم الآخرين أو يعيرهم أو ينتقص منهم أو يقلل من شأنهم ولا فاحشا ما معنى فاحشا لم يكن يتكلم بالكلام البذيء أو القبيح لأن الفحش هو كل قبيح من القول أو الفعل ولا لعانا ندري ودرسنا أن اللعنة هي الطرد من رحمة الله هذا الشخص ملعون أي مطرود من رحمة الله فلم يلعن أحد بعينه بعينه أي بشخصه لم يحدد أحد ولعنه فاللعنة هو تعاء بالطرد من رحمة الله والمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فأنت لا تحب لنفسك أن تدرت من رحمة الله فبالتالي لا تدعو على أخيك بذلك فلا يدعو عليه بالطرد من رحمة الله قوله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا فإن من ابتعد فإن من ابتعد عن الكلام القبيح يعد من خير المسلمين لأن ذلك من حسن الخلق ورسول صلى الله عليه وسلم اشتهر قبل الإسلام بالصدق والأمانة والكثير من الأخلاق الحسنة وقال إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق أي ينهي الناس عن الفواحش من الأفعال والأقوال ويدعوهم إلى الخير وإلى حفظ ألسنتهم وحفظ ومراقبة أفعالهم والكثير من الأواب وقاء غرضها وهدفها الارتقاء بالأخلاق أتعرف على أنس بن مالك من خلال الدروس السابقة أكتب ثلاث درسناه قبل كده ثلاث معلومات عن أنس بن مالك من حيث اسمه أولا اسمه أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه صفاته كان ججاعا رضي الله عنه مرتواضعا وخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 93 هجرية في مدينة البصرة توفي سنة 93 هجرية في مدينة البصرة أتعرف على السحبي الجليل عبد الله بن عمر عمر بن العاص والده عمر بن العاص عبد بن العاص له الكثير من الفتوحات في الإسلام ويذكر له من فتح مصر وكان واليا عليها والله عمر بن الخطاب ليحكم مصر هو الذي أقنى عمر بن الخطاب بفتح مصر اسمه عبد الله بن عمر بن العاص الكراشي رضي الله عنه هو وأبي صفاته كان غزير العلم مشتهد في العباد أو مشتهدا في العباد ومن فضائله قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله هنا سؤال فكر على ماذا يدل على ابتعاد النبي يدل ابتعاد النبي يعني السب واللعن والفحش في الكلام يدل على نعم على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر جميع موقف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حينما هزم هزم المسلمون أو المسلمين وجرح النبي وكسرت أسنانه وجرح في جبهته فشق ذلك على الصحابة كان صعبا عليهم صعبا عليهم أن يروا ذلك وأن يروا جرح النبي وأنه هذا هزم المسلمون وغيره وما لحق بالنبي من ضرر فقالوا للرسول لو دعوت عليهم يعني يقول للرسول لو دعوت على هؤلاء المشركين يعني يعني كان انتقم منهم الله ماذا أخبرهم الرسول وماذا قال لهم قال لهم لم أبعث لعانا لم أبعث لعانا بل بعثت هداية ورحمة يعني رفض رفض رسول يدعى عليهم هو مهزوم هو مجروح وفي حالة صعبة ومع ذلك رفض أن يدعى عليهم وقال لم أبعث لعانا بل بعثت هداية ورحمة ثم دعا لهم اللهم مهد قومي فإنهم لا يعلمون ويعطينا الرسول الكثير من الأمثلة على حسن الخلق وعلى طهارة القلب وعلى التسامح تعلمت في هذا الدرس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الكلام السيء أبعد الناس عن الكلام السيء تقويم اختر الإجابة الصحيحة ما الفرق بين السب والفحش في الكلام هل السب موجه لشخص آخر والفحش لا يتعلق بأحد أي أن السب موجه لشخص بعينه محدد شخص ينسبه والفحش لا يتعلق بأحد وإنسانه مفاحش أم أن الفحش يوجه لشخص والسب لا يتعلق بأحد السب هو الذي يوجه للشخص وأما الفحش فهو وصفة من صفاته صاحبها نعوذ بالله منها وهي لا تتعلق بأحد غير صاحبها إذن السب موجه لشخص آخر والفحش لا يتعلق بها إذا سمعت أحدا يكثر من السب والشكن فهذا يدل على أنه مظلوم أو سيء الخلق أو قوي الحجة الحجة أي الدليل أو أي موقفه قوي يبقى سيء الخلق أحسنتم ماذا أو أبين الآثار انتشار السب واللعن بين التلاميذ ما أثار انتشار السب واللعن بين التلاميذ ماذا لو انتشر السب واللعن ماذا سوف يحدث هل سنجد التلاميذ يحبون بعضهم هل ستجد الطلاب متعاونون وأصدقاء لا رقم واحد يثير الشحناء والبغضاء أي القراهية والعداوة بينهم يصيرون يكرهون بعض وأعداء اثنين عدم التقدير والاحترام لن تجد فيهم من يحترم الآخر أو يحبه وستجد دائما ما ينتقدون بعضهم وينتقصون من بعض ويقللون من شؤون بعضهم ويسخرون من بعض وأعلم أنكم بعيدين كل البعد عن هذا وأحفظكم الله ورعاكم وأنبتكم نباتا حسنا أضع سؤالا من عندي على هذا الدرس تخيل أي سؤال هذا سؤال من عندي تستطيع أن تجد سؤال غيره وتطرحه ثم تجاوب عليه السؤال الذي اخترته هو هل السب واللعن من صفات المؤمنين هل السب واللعن من صفات المؤمنين والجواب لا بل من صفات المؤمنين هو حسن الخلق حسن الخلق هو من صفات المؤمنين حفظنا الله وإياكم وأسأل الله لكم السداد والتوفيق في الدارين الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته